اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة من الشعب ولكن انا ما بدي اذكر شخصيات بدي اذكر انه شعب نفسها لم تسقط امام العصبات الصهيونية شعب كانت مقاومي وزعوا حالهم رتبوا حالهم الشباب بشكل منظم لأول مرة بتلك قرية فلسطينية وانا بحكي قرية ما بحكي مدينة لان المدن كانت فيها عدد سكان اكثر وكانت المكانيات اكثر ورغم ذلك سقطت فما بالك في قرية لا تعدى سكانها لألفين اقل من ألفين نظموا حالهم الشباب اهل شعب والشباب في شعب وزعوا حالهم على نقاط مراكب ونقاط دفاع وضحروا الهجمات من جهة الغرب من جهة العصبات الصهيونية اكثر من مرة ضحروها واكثر من مرة هزموها وبالعكس حرروا قرية البروي اللي موجودة في غرب شعب اكثر من مرة حرروها على فكرة مرتين بعد ما حرروها المرة الثانية للأسف الشديد طبعا استلمها الجيش الانقاض الجيش الانقاض كان موجود في بلدة مجد الكروم اللي هي موجودة في شرق مدينة في شرق قرية شعب وبعد ما تسلموها الجيش الانقاض الثاني يوم كانت موجودة مع العصبات الصهيونية طبعا احنا ما بنا نتهم هانا اتهمات باطلة او اتهمات غير ببنية على التاريخ اما والله ممكن ان الجيش الانقاض كان خائين وجواسيين ومع لذلك ولكن احنا نحكي الصراحة ونحكي الصدق يعني بالفترة هذيك كانت العصبات الصهيونية عصبات مدربة متمرسة قادلات في الحرب العالمية الثانية مح عدة وعتاد لا يوصف او لا يمكن حتى انه مفيش امكانية قارنه مع ما يملك العرب ويملك الفلسطيني في كل الاحوال للأسف الشديد الفارق الكبير في العدة والعتاد كان في نهاية الامر انه الشعب سقطت وانا ما بدي احكي انه سقطت حتى انه سقطت اولا في وسط البلدة الشعب سقطت ومن ثم سقطت ما تبقى منها في المناسبة دكتور اهل الشعب والمقاومين ما استسلموا حتى بعد سكوت الشعب جزء منهم راه على لبنان جزء كبير منهم في لبنان جزء كبير منهم موجود في القراءة المجاورة العصبات الصهيونية انتقمت انتقام شديد من اهالي البلدي طبعا جزء كبير كان من بلدي مهاجرين رايحين على القراءة المجاورة للأسف الشديد كسم كبير قتلوا هجروا و اعدموا ولكن مثل ما احكينا الشعب الفلسطيني يقتل ولا يموت وانا بعيدا وبكرر انه الاشي مجازي لانه الكلنا راح ينموت وظل في شعب بعض العائلات او عائلتين ثلاثة او ما يسمى بيت بيتين في شعب ظل في شعب بعض سكان شعب اللي راحوا على القراءة المجاورة اللي لم تهجر ولم تقتل رجعوا خلصة يعني بالسر رجعوا على البلد حتى انه جزء من اللي هاجروا على لبنان رجعوا على رجعوا على شعب وبدأت شعب تعود وتستعيد الحياة طبعا احنا ما بنحكي انه هنا ما بدنا انبيع او هام يعني شعب ما رجعت زي قبل واحسن واكثر ولكن هناك انت بتتفرج على البلد بتشوف انه كيف بدأ الامل يعود على هذه البلدة اليوم شعب فيها حوالي 8000 نفس يعني صحيح انه اكثر من ثلثين البلد مهجرين ولكن انت بتحكي عن بلد قاتلت وهزمت ولم تهزم بالمناسبة الهزيمة كانت بسبب الجيش الانقاض للأسف الشديد ولكن في نهاية الامر حتى بعد انه هزم الجيش الانقاض وحسبت على ابناء الشعب وعلى ابناء وعلى شبابها وعلى كياضاتها وعلى المقاتلين فيها ولكن في نهاية الامر احنا بنقول ونكرر انه الشعب اليوم موجودي موجودي بأرضها بناسها بوديانها على فكرة وموجودي بسهلها اللي مزروع وكله خضار وماشاء الله عنه وشعب شعابها المزروعة بالزيتون ومزروعة بالخيرات طبعا معظم سكانها عرب صحيح كانوا معظم سكان كل سكانها عرب معظمهم كانوا مسلمين وكان جزء أكل مسحي للأسف الشديد الجزء المسيحي بعد التهجير لم يعود واليوم ما تبكى منهم وتكاثرهم هم فقط الفلسطينيين من أهل شعب والمسلمين يعني ما ظل فيها مسيحية للأسف الشديد برأيك قصة قصة قرية شعب أو مدينة شعب إيش بتعلمنا أولا إحنا مثل ما حكيت لك إحنا نخسر معركة معركتين ثلاث أربعة ولكن الحمد لله ما منخسر ما منخسر حرب وحتى إنه في كثير من المؤرخين أو كثير من المؤرخين اليهود ما تصور إنه شعب تعود من تحت الأنقاض يعني شعب نهضت من تحت الأنقاض وخرجت وفجأة فيه عندنا الشعب صحيح هنا اليوم بلدي صغيرة بلدي وادعة ولكن لا يعني إنها اندثرت وأنا بحكي لك عن بلد اللي كان متعارف في العرف عند العصابات الصهيونية إن كل بلد تقاوم وتقاتل يجب أن تباد وتمحى عن بكرة أبيها والمناسبة حتى بعد عام 1948 استطاع بعض أهالي شعب من العودة من لبنان إلى قريةهم واليوم موجودين وإن شاء الله عليهم شعب خرجت شعراء خرجت المقاطلين خرجت المضلين وأنا بحكي إنه كانوا مسمينها حامية شعب أنا مسمينها حامية فلسطين لأنها مثال جداً رائع للبقاء وللتجذر في الأرض شعب حبيبتنا شعب الله يحفظ شعب وشعب شعب وأهل شعب وإن شاء الله بنروح بنزور شعب معك يا زهري ومتعرف على أهل شعب مرة تانية بنرحب فيكم في برنامجنا الصغير هذا اللي بحكي لكم عن القرى والمدن الفلسطينية نراكم في حلقة أخرى إن شاء الله خلكم معنا وسلام للجميع شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة